دكتور سابري لحظتك خبير في القانون الدولي وحظتك من الرباط والمغرب لديها علاقات أيضا بشكل أو بآخر وتاريخية مع هذا الشمال هل لديكم تخوف من أن هذا التدخل بين المجدوجين المحتمل للأطلسي في شؤون هذه المنطقة بإمكانه نقل كل تناقضات القديمة إلى ما هو جديد ويبدأ النزاع يصبح نزاع داخلي خصوصا بين منهم قريبين من الصين وروسيا ومنهم تاريخيا قريبين من الولايات المتحدة والغرب مساء الخير صحيح كان المغرب يتخوف وكنا نحن كباحثين وخبراء نحذر وننبه من خطر تحول منطقة إلى منطقة جدب دولي وتبين الآن وما يقع الآن من أحداث ووقائع تؤكد صحة ذلك الخطر والمخاطر وذلك التنبيه بحيث أن إعادة أو قرار الحلف الأطلسي المرتبط باتجاهات تعزيز قدراته وتواجده في المنطقة شمال إفريقيا والساحل مرتبط أيضا بعدة اعتبارات بحيث أنه يدخل ضمن التنافس إن لم نقر الصراع الغربي والروسي والصيني والأكيد وأن الذي نخشاه ولا نريده وكنا نحاول أن تقع هذه المنطقة وهذه النطاق الجغرافي في منطقة صراع وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة الصراع دولي التواجد الروسي كان بينا من خلال علاقة الجزائر به ودخول قوات فاقنر التي وصلت إلى مالي وهناك حراك إفريقي يرفض التواجد الفرنسي وهذا كل ما كانت تستغله هذه الفراغات وهذه سوء التقدير الفرنسي أو حتى سوء الاستراتيجية الفرنسية تستغله روسيا بشكل جيد وتملأ هذه الفراغات إذن العودة أو التواجد أو محاولة التواجد الغربي في موريطانيا أو في شمال إفريقيا مرتبط بمحاولة سد أو إيجاد مبرر للصد هذا التواجد الروسي أو حتى من خلال الاتجاهات بكتور صبري في القسم الثاني سأسألك إذا ما كان هذا خبر جيد من نسبة للمغرب